السلام عليكم يا أحلم تابعين بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله النهار ده معدنا مع مسلسر جديد وهو بلومينج يلا نبدأه على طول من عشر سنين ضع واحد من الكنوز السحرية في العوالم التلاتة وهو كنز اللوتس ذات الأوراق السبعة ومبايزين رين اللي كانت مهمته حماية اللوتس بيروح في مهمة للبحث عنها بس بيختفي ومحدش بيعرف عنه حاجة ده بيخلطها فيت شينجي وان اللي كانت مزدهرة في يوم من الأيام يضهر بها الحال وبقوا عايشين يدوب عارفين يوفروا أكلهم وشربهم وفي يوم شينجي تشوفينج زعيم الطايفة بيلاقي طفلة رضيعة بياخدها يربيها وبيسميها تان تان ما كانش عارف ان البنت الصغيرة دي هتكون سبب في تعكير صفه الجبل الهادي وطايفيتهم المسلمة بنشوف الناس اللي عايشين في الجبل وكانوا يستأجرين الأرض من زعيم الطايفة وكل فترة بيدفعوا أجار علشان يعيشوا في سلام وكمان تشينج تشوفينج يوفر الفلوس اللي عشرته تعرف تعيش بيها الناس دول كانوا من الكائنات السحرية والجنيات عفلية الكابوريا والعنكبوت وغيرهم في الوقت اللي كانوا بيقضوا فيه يومهم في سعادة بتظهر تان تان اللي كانت عاملة فيها طرزان بتنتيل في الغابة على أغصان الأشجار بس من حظها انها بتوعف بركطين وهون ما بيشوفوها ويعرفوا انها تان تان وبتصرخ فيهم انهم لازم يدفعوا لإيجار الكل اللي بيبخروا من حواليها زي الدخان تان تان ما كانش عندها قوة روحية تخليها تعرف تطير ساعتها بتنادي في مايكروفون على شكل ظهر السحرية ان لازم كل السكان يدفعوا لإيجار واللي بيحاول يخليها تأجل الدعفة أو تعفوا عنهم بتهددوا انها تطبخوا وتأكلوا فبيتراجوا وبيقدموا لها الكنوز اللي بيملكوها ويخلصوهم من روح الشجرة الجراد الشريرة اللي بتهاجم كل رجالة القرية تان تان بتستغل الفرصة لما بتعرف انه يدفع كتير علشان يخلصوا من روح الشجرة بتقولون عندها قوة روحية كبيرة وبتكتفئ معها انها تاخدوا لزعيم الطيفة ويشوف بنفسه قد قوتهم علشان ياخدوا المبلغ اللي هم عايزينه في الوقت اللي بي نشوف فيه تشينج تشوفينج وتلامزيته في المدرسة بيأكلوا أحلى أصناف الأكل وفاجأة الجنية صديق التان تان بتكسر الشباك وتوعى جوه المدرسة صدمة انه ساعتها بيظهر المعلم تشينج تشوفينج على حقيقة هو وباقي التلامزة وكانوا بيأكلوا أكل بسيط بس علشان يحسوا بالسعادة والنوم بيأكلوا لنفسهم فيه كانوا بيستخدموا سحرهم وقوام روحية في تجميل الأكل اللي قدامهم علشان يعرفوا يأكلوه أصلهم بأفورة ويدهب عايشين على إيجاراته الكنوز اللي بتعرف تان تان توفرها من السكان ساعتها شيوي بتحذر المعلم وبتقول له ان تان تان جاية ومعاها زعيم القرية اللي هيتفعلهم فلوس كتير وسرع الكل بيتحركوا وبيأخذوا أماكنهم علشان يمسوا على زعيم القرية قوتهم بيخدعوه فاللحظة اللي بيدخل فيها مع تان تان كان المعلم طير في الهوى على السيف وراجل بيمبير لما بيشوفه وبيجري عليه يترجع ان يساعدهم ساعتها اليفطة بتاعة المدرسة بتوع وكل الطلبة بيظهروا على وضعهم الحقيقي والراجل بيعرف انهم لا قوية ولا حاجة فبيمشي والمعلم تشوفينج كان منهار لان دي كانت فرصتهم انهم يكسبوا فلوس يأكلوا ويعيشوا بيها اليومين دون على الآل بيفتكروا لما كان موباي موجود وكان بيكسب فلوس كتير من الناس بمساعدته ليهم بقوى الروحية اللي ما كانش ليها زي ده كان أشهر واحد في عالم الفنون الروحية ساعتها تان تان بتقول المعلم يديها فرصة ثلاثة ايام بس وهي تستعيد شهرة مدرستهم وتروح تقبض على روح الشجرة لزعيم القرية بيشتكي منها تشوفينج مش بيسدها وبيفتكر انها بتقول اي كلام لانها مفيش عندها اي قوى روحية خالص بس الثاني يوم بيتفاجئ من تلمزته جايين بيقولوا ان تان تان نزلت الجبل وما لهاش اي اثر في العشيرة ساعتها تشوفينج بيتجنن وبيقولهم انهم لازم يلاقوها بسرعة علشان ما تتعرضش الى اي خطر في الوقت اللي بينشوفينه موباي في عشيرة الظلام وبيقاتل عدد كبير من الحراس وبيتغلب عليهم لغاية ما بيظهر قايد عشيرة الظلام وبيتقاتل معاه ساعتها موباي بيهجمه بقوى الروحية بس الاثنين كانت قوتهم متساوية وبيصيبوا بعض بيهرب موباي في اخر لحظة بعدما كان سرق واحدة من بزور اللوتس السحري زي السبع اوراء وكان محتاج يرجع المدرسة ولما بدرجع لتان تان كانت وصلت القرية اللي فيها روح الشجرة اللي عاملة الا تان تان من اول موصلة القرية وهي كانت جعانة وعاوزة تجرب اكل جديد بس للاسف ما كانش معاه فلوس وصاحب المطعم بيترودها وبيرميها برا ساعتها كان فيه واحد بيهرب من مجموعة من الشباب كانوا بيترودوا وعاوزين يضربوا تان تان بتقرر انها تدخل ودفع عنه وبتروح وراهم بس بتدفع عن شاب تاني كانوايف مالوش دعوة بالخناء الشاب داي بقى موباي قلما بيشوف تان تان بيتعرف عليها لانها كانت نسخة طبق الاصل من حبيبته الاديمة اللي فقدها فبيفتكر انها جسدت من جديد ولما بترفع تان تان سيفها وتعمل بيه كم حركة علشان تخوف الناس بيه لاي ان دي نفس حركات حبيبته الاديمة وهي بتتضرب على السيف وناس بيخافوا منها وبيهربوا اما موباي فبيجري يسلم عليها فجأة بتظهر له علامة زهرة في جبهته وتان تان لما بتلاقيه متمسك بيها وعاوز اتباعها في كل مكان بتفاهموا انها معلمة روحية وانها هيكون تلمزها وبتاخدوا معها وبيروحوا علشان يتعاملوا مع روح الشجرة لما بيصلوا البيت اللي فيه روح الشجرة اول ما بيقربوا من الباب تان تان بتحس بزدزال وريح شديدة فبتخافوا بتجري تستخبه وراموا باي واتا بيجي زعي من القرية ومعات نيم من مدرسة فنون قتالية تانية اكلفهم بالمهمة اللي سبعوا وعرضها على تان تان وهو المشا بيندول بيطير من فوق الصور ويدخولوا البيت روح الشجرة بتقيدهم وبتنزل فيهم ضرب بترميهم تاني من فوق الصور وبعد ما تان تان بتدخل البيت بتقرب من الشجرة ساعتها الشجرة بتتحرك وبتبدأ تهاجمها وتان تان بتحاول تفتكر الحركات بتاعة الفنون الروحية علشان تسيطر على روح الشجرة فجأة بيظهر اغصان بتقيد تان تان وبتضربها ساعتها موباي بيستخدم قوى الروحية وبيرمي تعويزة على روح الشجرة وبيحرر تان تان من غير ما تحس وبيحميها كمان من انها تقع على الارض وروح شجرة الجراب بيخرج من الشجرة القديمة وبيشتكل تان تان انه مش عارف يتأمل ويزود قوة الروحية بسبب الناس اللي كل شواء بيزعجوه بيهاجموه ولما تان تان بتتري عليه بيتحكم في اغصان بيخرجها من ايده بيهاجمها بيه بس تان تان بتمسك الاغصان دي وبتحركها بسرعة علشان تتعبه وبمساعدة موباي بتقيده باغصانه وبيهددوا روح الشجرة انهم يحبسوه في الشجرة بتحويزة سحرية ويحوطوه بالنمل الابيض لغاية ما يحفروا الشجرة كلها ويخليها انفاء ويقتلوه في الآخر وبعد ما كان روح الشجرة فاكر انها تئزيه ولا تحبسه بيتفاجئ لما بيلاقيها بتارد علي انه يرجع معها الطايفة بتاعتها ويعيش هناك في الجبل وده بما انه عنده مهارة طبية وهيكون هو الطبيب بتاعهم وتان تان كانت بيتفكر في انه يامل وصفات طبية يعالج امرك كتيرة محد يهدد حياته بعدها بتروح تان تان لزعيم القرية علشان تاخد من المكافأة بس بتتصدم لما بتلاقي عمل لها علم او يفطى ومش بتاخد الفلوس اللي كانت عامل حسابة عليها كل دو موباي ماشي مش مركز غير مع تان تان وبيحاول يتأكد هي حبيبته القديمة ولا لأ بس بيلاقي عاداتها مختلفة تماما لا بتحب نفس الأكل اللي كانت حبيبته بتحبه ولا بتتعامل زيها ولا اي حاجة كل اللي اخدته منها شكلها وملامحها وبس ولما بيرجع المدرسة مع تان 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 بتتفاجئ ان المعلم تشوفينج اول ما بيشوفهم كانت فاكرة جاي يجري عليها يرحب بيها اتوجه ناحية موباي وبيرحب بيه بحرارة وهو سعيد جدا ان اخيرا موباي رجع الوادي والنوم هيرجعوا تاني اكبر مدرسة روحية في البلد تان تان بتتصدم لما المعلم بيقولها تسيب قوضتها لموباي لانها كانت قطو في الاصل وبيخليها تروح قوضة تانية تعود فيها مع انها كانت من كركيبة ومليانة فران لما افتعرف تان تان ان الموباي مع المعلم تشوفينج بتروح تتجسس عليهم تسمع موباي هو بيقول المعلم على الظاهرة اللي في جابهته انها لعنة تصب بيها 200 سنة وطول السنين دي ما اصاريتش عليه ما ظهرتش على جابهته غير لما قابل تان تان فبيشك ان فيه رابط بين تان تان وبين حبيبته القديمة ليان وين ولعنة ظهرت الشيلان المشكلة ان الظاهرة واللعنة دي بتظهر كل ما بيزيد حبه ويجابه التان تان وانا لو ظهر على جبهته الخمس وراءات للزهرة يبقى تحصل له كارسة بعدها موباي بيسلم تشوفينج بزرة اللوتس السحرية وبيقول له انها موجود منها سبعة لو جمعون كله ما تظهر تاني اللوتس السحرية ساعة تشوفينج بيقول له ان عنده واحدة اصلا كلاها مع تنتان في سفح الجبل من 18 سنة بيستغرب موباي ايه العلاقة بين تنتان وزهرة اللوتس وليلي اتنين ظهروا في نفس التوقيت سوا المهم انه بيروح مع تشوفينج الخزنة اللي كانت مخفية في بعد تاني تنتان كانت بترعيبه ومو بتدخل وراهم ولما موباي بيحط البزرة في الصندوق مع البزرة التانية ويخرجه تنتان بتستنى وبتروح هي تفتح الصندوق واول ما بتلمس بزرة اللوتس بتطير في الجو وتطفو بتشوف لمحات من حياة ليان وين مع موباي وبتفو بعدها تلايه نفسها على الارض في القاعة الكبيرة ساعتها كانت شيوي جاي تطمن عليها والاتنين بيمشي لعبه في الغابة وشيوي بتستغل ان تنتان ما عندهاش قوة روحية وبتطير هي بعيدة عنها بس ساعتها بتتفاجئ ان تنتان طارت وراها من غير ما تتعلق فاغصان الشجر زي ما هي متعودة وابن بتنبه تنتان انها طيرة بجد وان قوطها الروحية تنشطت تنتان بتوع على الارض بعد ما تركزها تشدد شوية وكان موباي بيجي يتكلم مع تنتان وبيقناعها انه هو هيدربها علشان تزود قوطها الروحية بشكل اسرع وبتروح معها على بركة اللوتس وبعد ما بيعمل تعويزة سحرية ويفتح بوابة سحرية في البركة وبيطير بتنتان علشان يعدي معها من البوابة زي ما سبقوا كان بيعمل مع اليان يو وده كان اختبار منه علشان يتأكد من قوطها وانها هي اليان يو ولا لأ ساعتها تنتان بتتخانئ معها لانه بيوقعها في البركة وبتصدم انهم مع برش من البوابة السحرية زي ما المفروض كان يحصل ولما بيرجع وراها المدرسة علشان يتزلها وبيسيب لها لولوها دهب على باب وضيطها ساعتها كانت تنتان في المطبخ روح الشجرة بقى في الوقت ده كان بيمارس موهبته العلاجية كطبيب وبيعالج واحد من سكان الوادي وبيعمله جبيرة من أغصاله ولما بدرجع لتنتان كان صديقتها شاب بتديها كتاب عن القوى الروحية علشان تتضرب عليه وتذكره علشان الامتعان الجاي وتزود قوطها الروحية تنتان بقى كانت عاوزة تنتئم من موباي على الموقف اللي عملوا فيها وبتروح توصله لعشا وتحطله فيه دواء ملين وبعدها بيأكلوا شيوي بتنادي عليها لما شافت إزازة الدواء وبتسألها عملت فيها ايه فتنتان بتقولها أنها حطتها لموباي في الأكل ساعتها شيوي بتتراب لأن اللي كان في الإزازة دي سمي ملوش ترياء تنتان بترجع جريه الموباي وبتلاقيه بيتقلمه في حالة غريبة فبيناده الروح الشجرة يدي له علاج تنتان بتصهر جنب رغاية ما بتطمن عليه ونتحسن والسمي ما قتلهوش بس الصبح تنتان بتكتشف بالصدفة أن موباي ما أكلش الأكل وكان درماء في السلة من غير ما تاخد بالها الشابين اللي من مدرسة تيانين كانوا جايين عايزين ياخدوا روح الشجر لأنهم هم اللي كانوا متفقين مع زعيم القرية النوم يقبضوا عليه بس تنتان بترفض مأنها هي اللي عرفت تسيطر عليه وتخرجوا من القرية بيتفوا معا أنهم يسبوفوا مقابل أنها تساعدهم في الأبض على روح التعلب الدهبي اللي في سفح الجبل وبتخطف ناس كتير ساعتها تنتان بتوافق بس موباي بيصمم أن يروح معاها ما أن التعلب الدهبي قوي وماكر تنتان لما بتحقق في موضوع التعلب الدهبي وتعرف أنه بيخطف الشباب الوسمين والعلماء المجتهدين وبس هبتعمل خطة أنها تستغل لموباي وتاخدوا معاها كطعمة علشان لما التعلب الدهبي يخطفوا هي تراب وتعرف مخبا وتنقذ الكل لما بيروحوا المدينة للتعلب الدهبي عامل فيها آلاء كان هناك مسابقة أوسم شاب بيشارك فيها موباي وبتنافس مع شاب تاني اسم تشيو بعدها بيروح أشهر مطعم في المدينة بيبيع فراخ مشوية بس بيقفوا في الصف وبيتخنوا مع الناس اللي مستنية ييجي دورها ويدخلوا المطعم ساعتها صاحبة المطعم مينج بتخرج تحل المشكلة لما بتشوف موباي بتدخلهم المطعم بسرعة وبتقدم لهم فرخة مشوية تنتان وموباي كانوا فاكرين أن المطعم بيقدم أشهى أكل من الزحمة اللي هناك بس لما بيأكلوا بيلاه وأن الأكل وحش جدا وبيتخنوا مع مينج اللي علشان تصالعه ومعملوا الشوشرة على المطعم بتوفر لهم ساكن مجاني بالليل بيتفاجهوني في حد تسلل ودخل أنبوبا بتدخل في القوضة دخان مخدر فتنتان بتستخبه وموباي بيعمل النغم عليه ساعتها بيظهر شخصه بيخطف موباي وبيهرب به تنتان بتجري وراه علشان تعرف ما خباهه فين لأن أكيد ده التعلى بالدهبي وبتتفاجئ أنه دخل جحر في الغابة وبتدخل وراه بس بتلاقي المكان كله أنفاء ومش عارفين راحوا فين لغاية ما بتشوف ترابيزة عليها طبقين واحد في دورة والتاني في سنوبر فبتاكل من الدورة وفجأة بتبقى عملاقة لما بتاكل من السنوبر حجمها بينكمش وبتبقى في حجم الفار ساعتها بتاخد بالها من باب أحمر لما بتدخل منه بتشوف الراجل اللي خطف موباي موباي ماشي معا بكامل إراتو زي ما يكون مش مخطوف ولا حاجة ولما موباي بيشوفها بياخدها وبيخبيها في جيبه لغاية ما بعدها بيستخدم سحره وبرجعها لحجمها الطبيعي بعدها بيقبلوا كل العلماء والشباب المخطوفين واللي كان من ضمنهم تشيو الشاب الوسيم من المسابعة اللي غريب أن كل الشباب دول كانوا بيتعاملوا كإن المكان بيتهم ومش عارزين يخرجوا منه واللي خطفهم المفروض يكون التعلب الدهبي كان بيعملهم معاملة حلوة بيقدم لهم أشهر أطعمة بيخليهم يدرسوا ومحدد وقت لنوم وبيمشي يطمن عليهم ساعتها تانتان بتستغل الفرصة وبتحاول تقبض عليه هي وموباي ولما بيهرب منهم وبيخرج من الكهف بيخرج وراء وتانتان بتستخدم تعويزة سحرية بتخليه يظهر على حياته وساعتها بتكتشف ان روح الهامستر تانتان بتحبسه في عجلة الهامستر اللي بيلف فيها لغاية ما بيتعب روح الهامستر وقتها بيعترف لها بالسبب اللي خلاه يخطف الشباب دول وكان بيتم بيهم وبيغزيهم علشان لما بنته تكبر يختار لها زوج منهم وعشان تانتان تسيبه وبياخدها عند الكنز بتاعه علشان يقدموا لها مقابل حريته بسا تانتان بتتفاجئ ان الكنز ده عبارة عن كمية كبيرة جدا من فول الصوية وتضطر انها تسيبه وخلاص من غير مقابل وحرروا الشباب المخطفين واللي ما كانوش عايزين يخرجوا من الكهف وبتهموا تانتان انها بتتدخل في الملحش فيه شوي بيتفق مع تانتان انه يتبعها وطبعا موباي ما كانش موافق بس تانتان مش بتاخد رأيه ولما تانتان بتعرف ان تشيو من اغنياء المدينة ولو علاقاته بتسأله لو كان عنده اي معلومات عن بزور اللوتس السحرية زي الاوراق السبعة تشيو ما كانش يعرف عنها حاجة بس بيعيد ان نجبلها معلومات زي ما هي عاوزة في الوقت ده كان موباي شاف التعلب اللي بيضار عليه ويطردوا في المكان بس ما بيعرفش يبض عليه في الوقت اللي كان فيه مهرجان في ساحة المدينة وتانتان وموباي كانوا هناك بيتفاجوا بان روح التعلب ظهرت على واحد من البيوت وبتهدد الناس ان اللي انتهت شخصيتها ثاني زي ما عامل روح لها مستر هتقتله فابقى روح التعلب بتظهر ديولها التسعة والكل بيخافوا منها وبيهربوا بس موباي وتانتان كان اكتشف ان روح التعلب هي نفسها مينج صاحبة المطعم بيتردوها وبيوجوها ومينج كانت مصاممة تكذبهم بس التانتان بتهددها انها تستخدم السحر وتكبرها انها تظهر بشكلها الحقيقي وتاني يوم تانتان بتحكي لتشيو اللي حصل ومجهتهم مع روح التعلب فابنعرف انهم اتقتلوا معها وكانتها تقتلهم بجولها بس التانتان استخدمت حبل الشيطان وربطتها بيه والحقيقة ان موباي هو اللي قدر يتغلب عليها بقوة الروحية وبضربة من سيف السحري بس التانتان كان بتحب تزاو التفاصيل علشان تبان بطلة في الاخر ويسبوها لما بيعرفوا النامج بتأذي الناس ونها عايشة هنا في المدينة بيستنيها جوزها يرجع وده بعد ما كان بقاله فترة كبيرة مختفة متعرفش راح فيه فقررت انها تستنى هنا في هدوء على الامل ان يرجع لها تاني يوم تانتان وموباي بيعرفوا ان في مجموعة بيختفوا مقاتلين الفنون الروحية والعلمة برضو بيروح يحقاوا في الموضوع ويتتبعوهم ولما بيشوفوا الحراس بيدربوا الناس بوحشية موباي بيدخل وتانتان بتنزل لربة واحد من الحراس لغاية ما ابتزى الروح الحقيقية ونروح وزة وبعد تهديدات منهم الحارس بيقولهم الحقيقة وان السيد ايربر بينظم معرجان اللوتس بعد ثلاثة ايام وبيجمعوا كل اللي بيتمتعوا بفنون روحية واتا موباي وتانتان بيروحوا وراهم على مدينة يونوتشو تاني اكبر واشهر مدينة بعد العاصمة تشيو بيلحاهم في الوقت المناسب وبقولهم انه موجود واحدة من بزور اللوتس السحرية مع السيد ايربر في القصر بتاعه وبما انه موباي هو الواصل على اللوتس السحرية فهو الوحيد اللي يقدر يحدد مكان بزور اللوتس بالتحديد وخبر وصول موباي المدينة وانه بيدور على بزور اللوتس بيوصل لزعيم الظلام ما كانش الان ولا خايف من ان موباي بوص خطته تحمس اكتر لما بيعرف ان تانتان معاه ولما تانتان وموباي بيروحوا علشان يدخلوا اصر ايربر مش بيعرفوا وكان لازمهم دعوات حضور الاول علشان الحراس يسمحلهم بالدخول ساعة تانتان بتشوف الشابين اياهم من مدرسة تانين بتخدعهم وبتروح على اساس تتفق معهم على اتفاق تعوضهم عن المنتهمين اللي بوزط لهم روحوا الشجرة والتعلب الدهبي ستضربهم هي وموباي وبتاخد منهم الدعوات بتاعة دخول الاصر لما بيروحوا يدخلوا الاصر بتصدموا لما بيعرفوا ان مش الدعوات بس اللي بتسمح للضيوف يدخلوا الاصر ولما الحراس بيتعرفوا على ريح التانتان وموباي وبيعرفوا انهم من مدرسة تشينجوي بيرفضوا يدخلوهم ساعة تشيو بيحضر في الوقت المناسب وبيدي قائد الحارس في لويس وبيخلي اسمع لهم بالدخول وكل الضيوف المتجمعين بييجي السيد اربر وبيقولهم ان بزور اللوتس موجودة في اسر وحيس محلوم كلهم بالنوم يشوفوها بالليل كان موباي وتانتان حصوا بحركة غريبة في الاسر واثنين من الضيوف اقتحموا البركة اللي فيها بزور اللوتس ولما بيرقبوهم بيشوفوهم وما بيحاولوا انهم يسرقوا البزور بس البركة كان حواليها حاجز من الطاقة بيرميهم بعيد ساعة تحراس الاسر بيخدوهم وبيروحوا على غرفة سرية ولما تانتانهم موباي بيروحوا وراهم علشان يتأكدوا ايه اللي بيحصل بالزبط بيتفاجئوا ان سيد اربر بيمتص قوائهم الروحية من الاحتفال اللي هو عمله ده ما هو الا خدعة علشان يجمع فيه اول معلمين اللي عندهم قوى روحية كبيرة علشان يمتصها ويسرقها منهم ولما الاتنين بيحاولوا يقفوا بيهرب منهم وبيحبسهم في افز جديد وبيطلع السيد اربر متواطئ مع عشرة الظلام في الوقت ده كان موباي وتانتان بيدوروا على طريق يحرروا بيها نفسهم ويخرجوا قبل ما الاحتفال يبدأ وكل الطرق اللي تانتان حاولوا توطع بيها الحديد وتخرج من الافز مش بتنجح فيها برا كانوا الضيوف بيتجمعوا حوارين البركة علشان يبدور احتفال وتشي وقالب الدنيا بيدور على تانتان وموباي مش لقيهم حتى خادمهم ويان ملوش اثر موباي بيكسر الارضية تحت بوابط الافز اللي اتحبسوا فيه وبيبدأ انه يرفعها واخيرا الاتنين بيخرجوا في الوقت المناسب قبل ما الاحتفال يبدأ وبيكشف حقيقة اربر للكل وانه بيخضعهم بس اربر بينجح في انه يكسب الضيوف في الصف وبيشككهم في موباي وتانتان وبيحجموهم ساعتها الحاجز اللي حوال ان البركة بيتفتح منه جزء وموباي بيخطف تانتان ويعدوا من الحاجز بسرعة ولما البقين بيحاولوا يعبروا وراهم مش بيعرفوا كان الحاجز اتقفل تاني وبيتصابوا موباي وتانتان بينتقلوا القاع البحيرة زي ما يكون كهف في عالم تاني وفجأة بيظهر لهم ضفضع ضخم وسحري ولما بيقاتلوا بيتغلبوا عليه وبيكبروه ويتحاول لهيئته البشرية وروحوا الضفضع بيقولوا ان السيد اربر بيستغلوا خدعه لانه عارف انه روحوا الضفضع بيطلق غاز سامي في نص الليل وروحوا الضفضع بيقولوا من الغاز السامي دامج بيأثر غير في اللي بيتمتعه بقوة روحية وبيضعفهم مؤقتا وبعدما موباي وتانتان بيساعدوه بيرجعوله جوهر السحر بيقول لهم يعبروا من البوابة بسرعة وياخدوا بزره اللوتس قبل ما يفقد السيطرة والسم يصيبهم ساعة تانتان بتقرب من البوابة وبكل سهولة بتفتحها وبتعد منها وموباي لما بيحاول ان يعبر بعدها مش بيعرف ابدا من ان قوة روحية اكبر منها تانتان بتشوف بزره اللوتس وان ما بتلمسها بتشوف لمحات وذكريات من حياة ليان يو مع موباي ولما اخيرا موباي بيفتح حاجز البوابة ويجري عليها ينقذها قبل ما روح الضفضع يطلق السم بيرميها برا البوابة بسرعة قبل ما تتفل ويتحبسه جواها ساعتها تانتان بتحاول بكل قوتها تفتح البوابة تاني لغاية ما بتنجح اخيرا وموباي بيخرج ساعتها كان روح الضفضع اطلق السم وموباي بيهرب بتانتان في اخر لحظة قبل ما تتأثر بالسم ولما بيخرجوا من البركة بيهجموا اربر وموباي بيضربوا وكل الموجودين كان اغم عليهم بتأثير السم واربر كان عاوز يمتصق قواهم الروحية شيء كان هو كمان من ضمن اللي اغم عليهم مع انه كان بيقول له موباي انه ما عندوش اي قوة روحية خالص اسمعنا ان السم اثر عليه انه بيجدب وانه فعلا عنده قوة روحية بس بيضحك على تانتان وموباي واربع لما بياخد بزرة اللوتس من موباي وانتصق قوتها الروحية بتزيد قوته بشكل كبير جدا بس وموباي بيضربوا حال اتموت لغاية ما بيخليه يتحرك لروحه البداية روح الوزقة وبياخد منه بزرة اللوتس وتانتان بتحبس اربر تحت الغطى النحاسي وتسخنه لغاية ما كانت هتشوي اربر وتقتله وزعيم الزلام لما بيعرف ان موباي فعلا لقى بزرة اللوتس في اصر اربر بيعرف ان موباي هو المفتاح للعصور على كل البزور فبيخطط ان يسيب موباي جمع كل البزور علشان هو يسرقها منه في الاخر مرة واحدة تاني يوم كان روح الدفضع السيد زيمينج راح يدور على تانتان في الفندق ولما بيقابلها بيهديها صندوق مليان بجلده السحري اللي طرحه السنين اللي فاتت بيقول ان جلد السحري ده يعتبر كنزي في علاج لاي سم مهما كان وكمان مانية ضد النار والسيوف من ضد الكنوز اللي في السندوق كانت مخطوطة قديمة جدا فيها مكان بزرة اللوتس اللي بيدوروا عليها وبعرف انها في طايفة شينجهو على طول بيروحوا على احناك طايفة دي معروفة بقوطة الروحية وكانوا غنية جدا وعندهم كنوز كتيرة جدا واكتر حاجة كانوا بيكسبوا منها ما كانتش قتال الشياطين زي ما احنا فاكرين دول كانوا بيستخدموا سحرهم وقوطهم الروحية والكنز الاكبر للطايفة للتوفيق بين المتحبين وبكشفوا لكل واحد مين اللي مقدر له يكون معاته لحياته ولما تنتان بتعرف ان طريبود الزواج مكسور بتحاول تفكر في طريقة تانية تدخل بيها المدرسة لان معنى ان الطريبود مكسور ان مش هيكون فيه الاحتفالية للكل بيتجمعوا فيها في الاسرع لشان يعرفوا مين حب حياتهم بس زي من جبيفة جاءوا بيقول لها ان بشرط له في سندول دولة هتصلحوا بسهولة ساعة تنتان بتستغل الحكاية دي وبتتفق مع زكوة انها تديها جلد وضفضاء السحري بيصلحوا بيه الطريبود مقابل انها تسمح لهم ومثلات النوم يشاركوا ويكونوا موجودين في الاحتفالية وفعلا بتوافق زكوة بعدها بيستغلوا فرصة وجودهم في الاسر وبيرقبوا زو عشان يعرفوا مكان خزنة الكنوز اللي اكيد هيلاوه فيها البزور السحرية وتنتان وموباي بيشوفوا زو ومعاها اتنين من المتدربين شايلين والخزنة كانت في الفراغ في ساحة الاسر وعول ما بدخله من الباب الخافي بيختفه وزو بتدخل تحتفظ بالدهب مع بايا الكنوز بس باللاحظ انها كانت متضايقة ولما بتبكي دموعها بتنزل على الدهب تخليه بخر بعدها تنتان بتروح علشان تدخل من الباب زي ما زو عملت وياخده بزره اللوتس بس تنتان بتخبط في الباب الخلفي مش بتعرف تحدد مكانه تاني فالليل بتروح تنتان ترايب زو علشان تعرف سرها بتسمعها وتتكلم مع المعلم الأكبر للطيفة وتعرف ان زو بتحبه بس هو بيعملها كمعلم وتلمسته بس ولبي ده يقزون المعلم بيكلفها بمنصف في مدينة تانية وانها تسيب المدرسة ولما بتيجي خارجها بتشوف تنتان وتعرف انها كانت بتتجاسس عليها بس بعدها تنتان بترجع تروح لها وضطها وتصالحها لان ما كانتش اصداء تعرف اسرارها الشخصية هي كانت عايزة تعرف سر الخزنة بس طبعا مش بتقول لها كده تاني يوم كانت تنتان بترايب زو مع موباي وبتلاحظ ان فجأة بيمل الجو ريحة اللمون الحامض وبتأثر على موباي وعشان تنتان تفوقه من تأسيره زو بترمي عليه بودرة كانت هتخليه يفقد وعيه بعدها بيروح الاحتفالية واول ما بتخلص للتين بيسرار البصلة السحرية وبيروحوا على مكان الخزنة علشان يفتحوها بس ما حاولوا ما كانوش عارفين يحددوا مكان الباب لغاية ما موباي بيفتكر ان زو كانت وقفة في مكان محدد بتستخدم في البصلة ولما بيعمل زيها بيشوفوا الباب وبدخولوا الخزنة ولما بيدوروا على بزور اللوتس وقبل ما يلقوها كان المعلم الاكبر وعلى الكبير من المدرسة بيظهروا وبيتهموه منهم سرقوا سندي الدهب ساعة موباي بيتفق مع المعلم انه يديه فرصة يوم واحد يقبط فيه على السارع الحقيقي ويزبط برقتهم لما بيبدأوا يحققوا بهدوء بقى وبيروحوا الخزنة تاني مع الحارس بتاعه وباي بيلاقي قطعة من الدهب المصهور مخلوط بحامض الليمون ولما بيرجعوا بيها لزي منجي يسألوه بيقولهم ان دمون روح الليمون بس هي اللي عندها القدرة تباوز الدهب والفضة ساعتها بيشكوا فزوه وبيقولوا لها معلومات تخليها تروح الخزنة في السر علشان تتأكد ان ما فيش دليل ضدها زي ما بيقولوا ولما بيبقوها بتقولهم على الحقيقة وانها فعلا روح الليمون وانها لما بتفقد السيطرة على قوة الروحية بينبعث منها ريحة الليمون الحامض اللي بتأثر على اي حد حواليها وتزود جوال غيرة والقراهية لو كان في قلبه والافكار دي في دماغه اصلا ساعتها تنتان بتفكر اللي حصل لما تخنيت مع موباي وكتتحسب الغيرة ومن يموين لما كانت بتبكي في الخزنة اكتشفت ان دموها غرية سندية الدهب وافسادتهم في دقايق فبتخفي اثارها وبتستغل فرصة ان تنتان وموباي اقتحهم بالخزنة وبتلبسهم هما تهمت سرقة الدهب وتاتان بتقناع انهم يقول الحياة للمعلم سو لانه مش هيتخلى عنها وفعلا لما الكل في المدرسة بيعرفوا حياة زو بيهجموها سو بيدافع عنها ويعقبها يومين وخلاص بس بيتفاجوا بعدها انه بزروا اللوتس اختفت وبتهموا زو الناهية اللي ولا سرقتها بس بعدما زو بيحاق في الموضوع بيعرفوا ان مينج صاحبة المطعم هي اللي عملت كده لانها كانت موجودة في المدرسة بقالها يومين تاني يوم كانت زو راحت تأتزل للمعلم سو تقول له انها تسيب المدرسة وتمشي علشان ما تسببشك مشاكل تانية بس بتتفاجئ ان المعلم عارف انها روح الليمون من اول يوم دخلت في المدرسة ونطل الوقت كان بيكبر انها تاكل خوخ على امل انه يقضي على حمض روح الليمون وقوطة الروحية اللي بتخلي اللي حواليها يحس بالغيرة ويتأتله ساعتها زو بتعرف قديه وكان بيحميه وبتقرر تستنى في المدرسة في المدرسة كانت تانتان حاسة بالوحدة فبتستخدم الصفارة بتاعت شيوي علشان تستدعيها وتيجي تقضي الوقت معها او علي كم ساعة لما بتنفخ في الصفارة كانت شيوي وصلت وتانتان فرحت بوجودها معها ولما بتحكي لها على اللي حصل اليومين اللي فاتوا شيوي بتأكد لها انها بتحب موباي في الوقت ده كان موباي يكلف زي مينج بانه يدور على مينج ويعرف مكانها في اسرع وقت ويعرف ان سرقيتها لبزورو اللوتس له علاقة بجزء المختفي وبعد يومين بيكتشفوا جسد لو يي واحد من زمائل زو كان مع السندو اللي كان جواب زورو اللوتس لما بفحصوا جسده بيكتشفوا انه مع طول بتعويزها من بتوع مدرسة شينج هو ساعت الكل اللي بتلقوا مين مين هم الخائن بعدها تانتان وموباي وتشيو لما بيعرفوا من زي مينج القرية اللي كانت مينج عايشة فيها مع جزء يبل ما يختفي بيروحوا على هناك وزي مينج وشيوي وروحوا الشجرة كانوا سبقوهم من طريق تاني علشان يجمعوا معلومات وبيتقابلوا كلهم في مطعم كبير من أول ما تانتان بتدخل ويا كانت حاسة بالرعبة من الناس الموجودين وما كانتش متطمنة لهم ساعتها موباي بيحذرها وبقول لا ما تشغلش بالها لذي بأنها تحافظ على بزورو اللوتس اللي معاها ففجأة شيوي وزي مينج وروحوا الشجرة بيفقد الوعي إن الشاي اللي شربوه كان فيه مخدر ساعتها كل الموجودين في المكان بيهجموا تانتان وبيطلبوها تسلمهم بزورو اللوتس موباي بيتقاتل معهم وما فيش حد بيقدر يتغلب عليه وبيضرب عدد كبير منهم ساعتها بيوقعوا عليه جرس سحري من المعدن تيل جدا وبيحبسوه تحته ولما تانتان بتجري عليه علشان تساعده كانتشيوا وافي تفرج هي بتقاتل مع المجرمين ومحدش بيعرف يسرق منهم بزورو اللوتس تشيوا باي لما بيلاي الوضع كده بيندخلوا وبيحاولوا ان ينقذها منهم بس بيضربوه وتانتان فجأ بتفجر قويتها الروحية وتلمي كل اللي كانوا مكتفينها بعيد وتجري وبتحاول ترفع الجرس من على موباي تشيوا كان فاكر انها تجري عليه تساعده بس بيتفاجئ انها توجيت ناحية موباي وترفع الجرس من عليه هنا بقى بنتفاجئ ان تشيوا هو اللي محرض المجرمين دول على انهم يعملوا كده علشان يعمل نمره قدام تانتان وينقذها ويزبط لها ان هو اللي يستعي لحبها وبشاول اتنين من المجربين علشان يبعدوها عن الجرس وموباي كان تحت الجرس بيحاول ان يرفعه بقوة الروحية وبالصدفة واحد منهم بيدرب تانتان فبتوعة تحت الجرس وبتحبس مع موباي ساعة تشيوا بيأمروا منهم يخرجوا تانتان بسرعة فبيجمعوا حوالين الجرس وبدل ما رفعوه بيعملوا تعويزة سحرية بتخلي الجرس يسخن جدا وبقى زي الفرن والاتنين محبوسين جواه وما حدش من العصابة كان عارف ازاي يستخدم الجرس السحرية او يرفعه وعلى ما كان بقى زي الفرن بيتجمد وهما جواه كانوا عيموتوا من البرد ساعة زي منج بيفوقوا بيقولهم على التعويزة اللي تخليهم يرفعوه وموياه ويضربوا على دماغه ومشوا خباله بيخليه يغمع لي تاني علشان ما يكشفش خطته بعدها لما بيكملوا طريقهم وبوصلوا القرية المقصودة ما بيكونش فيه اي اثر للناس هي واحدة عجوزة اللي بيشوفها لما بيحاولوا يتكلموا معها بتخاف منه ما بتجري تستخبع وفجأة بيشوفوا حشبينط من فوق البيوته وبيهرب برا القرية ساعتها بيطردوه لغاية ما بيوصلوا لغابة بتفاجوا بمينجي بتنادي على الشخص المتوحش ده باسمه تشويا وبطلع ان هو جوزة اللي كان بتدور عليه كان شكله مخيف ومحدش بيقدر يوقفه غيرها تمنع ان اي حد يقرب له وتدي له بزرة اللوتس السحرية علشان يمتص قوتها السحرية ويرجع لطبيعته في اللحظة موباي بيطير وبيغطف البزرة من ايديها وتنتعم تقاية تشويان قبل ما يهجم على موباي وبيروحوا ببيته المهجور وموباي لما بيلاي منجي بتترجعهم انهم يدوا البزرة السحرية الجزء علشان يتعالج وتختيف القوة الشيطانية اللي سيطرت عليه موباي بيوافق لان مبدأه في الاساس انه يحمي الناس ويساعدهم حتى لو كان ضه يضمر البزرة السحرية ويخلي مناهش لازمة بس لما بيجي ان القوة اللوتس السحرية لتشويان مش بيتمكن لان القوة الشيطانية اللي كانت في جسم تشويان كانت قاوى ساعتها تان تان بتاخد منه البزرة وبتمسكها في ايديها علشان ترتقي بمستوى قوة الروحية وتعرف تساعد موباي لانهم ينقذوا تشويان لانها فهمت ان في كل مرة بتلبس بزرة اللوتس بتزيق قوة الروحية بعدما كان ما عندهاش اي قوة روحية اصلا المهم انها لما بتاخدوا اللوتس السحرية في ايدها تشوف لمحات وذكريات لموباي مع اليان يو وكانت مستغربة هي ليه كل مرة بتشوف ماضيه بعدها كانت قوة الروحية زادت وبتساعد موباي في انهم ينقلوا قوة اللوتس لتشويان فجاء بيكبر مرة واحدة وبيبع عجوزه كان خلاص بيموت لان الطاقة الشيطانية كانت في جسمه منعه من انه يكبر او يبان عليه السن ولما بيفقد الطاقة دي بيرجع لسنه الطبيعي ولانه عاش اكتر من عمره الطبيعي وعدل متين سنة كان لازم يموت في لحظتها ساعة تشويان بيتزر لمينج انه اختار الطريق ده بس هو كان عاوزي ليه طريقة يطول بيها عمره ويهيش معاها في سعادة وانتهى به الحال للقوة الشيطانية وكانش عارف ان ما يحصل لكل ده غير بعد ما اتورطه وما بقاش في مجال الرجوع فاخر انفاسه بيطلب من مينج انها تعيش حياتها في سعادة زي ما كان بيتمنى انه يعيش معاها وانها تبدل البنت اللي حبها من غير ما تتغير او تمشي في طريق الشر وبعدها وموباي وتنتان والباقين رجعين القرية يشوفوا بيت فيه ناس بتضرب كم واحد بعنف وبيعرفوا ان المكان ده شرير ونبقى السوق السودع للعالم السفلي اللي بيدخوله مش بيخرج منه في المكان ده بيتم التجارة بالكنوز والمعلومات السرية والمهمة علشان كده خطر موباي كان مصمم انه يروح الوحده علشان يجيب اي معلومات باي طريقة لدرجة انه بتنام على باب قطه علشان اول ما يجي يخرج تحس بيه وتروح معاه في الوقت اللي تنتان كانت بتدور على زيمينج بعد ما اختفى من امبارح ومش عارفين راح فين بتعرف بصدفة ان موباي رأى على اجناع تشي تشي او ساعتها بتروح على احناك بسرعة في الوقت اللي بنتعرف على فينج باو واحدة من مشاهير عالم الفنون الروحية كانت رايحة على اجناع تشي 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 او هي كمان بس واحد زميلها بيحاول يمنعها لانها كانت عاوزة تدخل المكان وتعرف معلومات عن زهرة اللوتس السحرية وبيفكرها ان مر مئة سنة ولازم تنسى اللي حصل وتتحمل مسؤولية حماية المدينة ساعتها بين جباو بتشوف تنتان وهي ماشي وبتفتكرها ليانيو اختها اللي بتدور عليها بقالها مئة سنة وعاوزة زهرة اللوتس علشان ترجعها ولما كانت هتمشي وراها زميلها بيمنعها وبفتكر ان بيتهيئ لها بيخليها تفقد الوعية قبل ما اتعرض نفسها للخطر تنتان بقى بتروح المكان والحراس مش بيردوا يدخلوها من غير دعوة ساعتها بيخرج موبايو بيقول لهم ان معاها ساعتها بيخرج موبايو بيقول لهم انها معاها وبدخلها فلما يكون جنبه ويعرف يحميها احسنا مدغيب عنه وتتعرض للخطر ومعرفش الحقها ولما بدخلوا المكان بيعرفوا القواعد وكان لازم يمروا باختبار ممنوع يستخدموا فيه قواهم الروحية بيتحبزوا في قوضة مليانة بالأفخاخ وكان مطلوب منهم انهم يختاروا باب بسرعة بلما لأسهم تترم عليهم بيختاروا باب وبيخرجوا منه بسرعة ساعتها كان لازم يطلعوا فوق او ينزلوا فبيتسلقوا سوى الجبل بس يتشيوا بيدخل المكان في اللحظة دي وبيزعق للزعيم وبيقولوا ان تنتان ما يمتعش تموت مهما حصل فراجل بيقطع الحبل وتنتان بتوع على الارض وبتخرج من المكان وبيقوم عليها لما بتعرف ان الموبايل مخرجش وانه في خطر كبير بس لما بتفوق بتلاقيه هو اللي جنبها بتفرح جدا كان جايب لها هدية كمان عبارة عن تين جرام صندوق صغير فيه قطع خشبية زي البازل بيستخدموه في يوم الحب السابع المزدوج علشان يتمنوا امنية وده علشان يتلمش عملوهم مع اللي بيحبوه تنتان بتفرح بالهدية ولما بتحاول انها تعملها بتمنى الامنية بتلاقي قطعة منها نقصة بس كان بين على موبايل انه عارف مكان القطعة المفقودة وبتوصل اخبار تنتان وموبايل لزعيم عشر الزلام اللي ما كانش مهتم باخبار اللوتس السحرية قد ما كان مهتم باخبار موبايل وتنتان ويعف الحب ولا لسه ولما بتأكد من ده بيسأل بقى على جبهته كان ورع من ظهرة الشيلان اللعنة بتاعته كان بيستني لما ظهرة تكتيم الخمس بتلات علشان وقتها يتم كل شيء بسهولة وموبايل الكل بيعمل له الف حساب هينتهي موبايل في الوقت ده كان رجع هرفته وكان حاسس بالضعف الغير عادي ولما بيشوف انعكاسه في المراية والظهرة على جبهته بيعرف ان ضعف قوار روحية بسبب الظهرة وانه في كل مرة بتظهر فيها ورقة جديدة قويته تضعف اكتر وبعدها تنتان وموبايل واصحابه بيرجعها للمدينة وهم بيروح المطعم وهم بيلحظوا ان تنتان فيه ناس بتعملها كأنهم يعرفوها وهي صاحبة المطعم ولما بيحاولوا يفهموا بيعرفوا ان صاحبة المطعم شكلها تمام ولما تنتان بتشوف صاحبة المطعم بتتصدم لانها كانت شكلها فعلا وزي ما تكون فولة وتقسمت نصين وكمان اسمها ليان رونج واللي خاوف تنتان انها بتفكرها هي البنت اللي كانت في ذكريات موبايل اللي شافتها في بزرة اللوتس وانه هيسيبها علشان يكون مع حب العديم ومن ساعتها تنتان كانت بتتصرب بطريقة غريبة على غير عادتها كانت بتحاول تقالية ليان رونج علشان تكسب حبه موبايل وما تفكرش انه يهتم بليان رونج وبالليل لما موبايل بيرجع قطو بيتفاجئ برسالة سحرية من ليان وين اللي هي ليان رونج بتقوله انها مستنياة عند بركة اللوتس ولما موبايل بيروح يقابلها كانت شوي شافته ورجعت بسرعة على الفندق علشان تبلغ تنتان ولما تنتان بتروح عند بركة اللوتس وكان معت شيو وشوي هنا بقى بتشوف موبايل وهو واقف مع ليان وين فتنتان بتعصب وتفتكر انه بيخونها وان دي فعلا حبيبته القديمة دي حتى بتفكر في ان موبايل لما اعترف لها بحبه كان بسبب انها تشبه ليان وين تماما في الوقت اللي كان ليان وين بتكلم مع موبايل وبتثبت له انها هي فعلا وبتفكره بكل ذكراتهم مع بعض بس موبايل ما كانش متطمل لها وكان شاكك فيها بس بيكمل معاها علشان يعرف هي مين في الحقيقة وعرفت كل التفاصيل دي ازاي ولما كانت ليان وين رجع بيتها بعدها كان مو ياوم استنيها وبيحذر انها لازم تمشي على الخطة وإلا هتتأذي ما كانتش تعرف ان موبايل بيرعبها لانه شاكك فيها وثاني يوم تنتان بتواجه موبايل وبتتخانق معاه ولما بطلب منها انها تصق فيه وتديله يوم واحد هيكشف لها الحقيقة وده لما يتأكد منها بس تنتان كانت مصممة على انه يبعد عنها وانها مش عاوزة منه تفسيرات وفي الوقت اللي كانتشيو رح يبلغ تنتان ان موبايل رح يقابل ليان وين ويهرب معاها كان موبايل فعلا موجود في بيت ليان وين وبتقاتل معاها بعد ما بتحجمه بخنجة وكانت عازة تقتله وتسرق منه بزره اللوتس وسعتها بتحبزه في واهم وبتأكد انها مش ليان وين ولا حاجة وقتها كانت تنتان وصلت البيت وبتدخل هي كمان الواهم وبتشوف موبايل محبوس في ذكرى من الماضي لما قاتل ليان وين بنفسه وبتعرف ان ليان وين هي روح اللوتس وفاجأ ليان وين بتهاجم تنتان وبتضربها بالكورباك وبتخرجها من الواهم وموبايل مش بيل حينقزها فليان وين بتقاتل مع تنتان وكانت عاوزة تقتلها وكان بين عليها قوتها الكبيرة وتنتان ما كانتش عارفة تتصدر ضربتها وفاجأ موبايل بفوق وبيقتلها وعشان تشتتوا لما ليتوا يتغلب عليها بتضرب بالكورباك تنتان بس تشيو بياخدوا الضربة بدلها وبيفديها تاني يوم بنتفاجئ بتشيو مع اليان وين بيتخاري معه وبيضربها علشان كانت هاتيتي لتنتان الحد دينا بتخلص حلقتنا النهاردة يستندونا في الحلقة اللي جاية علشان نعرف تنتان هتطلع يا نفسها اليان وين ولا لأ وعلاقتها بظهرة اللوتس السحرية ايه بالزبط وهل لو جمعوا كل البذور وتنتان تحصلت على ظهرة اللوتس هتكون اهوة واحدة في العالم ويطار ايه حكاية تشيو وهو يبقى مين فعلا دا اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلكوا اشعار بكل جديد بنعملو